اشتركوا في القناة حيث أنها تأخذ الكثير من الوقت والجهد ولكن مع هذا الجهاز كل ما عليك فعله هو تثبيت الفاكهة بشكل جيد وتركها تعمل ومن أكثر ما يميز هذه الآلة كما نرى في المقطع أنها تقشر جميع أنواع الفواكه والخضروات من جميع الأشكال والأحجام مهما اختلفت نترككم مع المقطع والآن يمكنك الحصول على هذه الآلة رابط المنتج سيكون تحت المقطع ثانيا قطاعة الأفوكادو وهذه الآلة توفر عليك جهدا ووقتا كبيرين جدا وهي تتكون من ثلاثة أجزاء الجزء الأول لتقطيع الثمرة الجزء الثاني لإخراج البذرة من الثمرة بكل سهولة وسلاسة الجزء الثالث يستخدم لتقطيع الفاكهة إلى أجزاء متساوية وأيضا يمكنك الحصول على هذه الأداة بأقل الأسعار رابط المنتج تحت المقطع ثالثا كثير منا يواجه مشكلة في تقطيع الفاكهة إلى قطع متساوية ولكن مع هذه الأداة كل ما عليك هو إمساك الفاكهة والبدء في تقطيعها إلى أجزاء متساوية ويمكنك أيضا الحصول على هذه الأداة رابط المنتج أسفل الفيديو رابعا أداة تقطيع البطيخ إلى مربعات متساوية كل ما عليك فعله هو تمرير الأداة في البطيخ لكي يتم تقطيعها إلى أحجام متساوية ويمكنك الحصول على هذه الأداة بأقل الأسعار الرابط تحت الفيديو خامسا أداة إزالة البذور وهذه من أفضل وأجمل الأدوات التي تسهل عليك هذه المهمة كل ما عليك فعله هو وضع الثمرة في الدائرة ثم ضغط الجهاز وبذلك تكون قد حصلت على الثمرة بلا بذرة ويمكنك الحصول على هذه الأداة الرابط أسفل الفيديو سادسا هل تواجه مشكلة في الحفاظ على عصير الليمون أو استخدامه بطريقة صحيحة هذه الأداة توفر لك كل هذا كل ما عليك فعله هو قطع رأس البرتقال وإضافتها كما هو موضح في الصورة وبهذا تكون قد حصلت على بخاخ لعصير البرتقال مع إمكانية استخدامه بطريقة أفضل تستطيع الحصول على هذا المنتج الرابط أسفل الفيديو سابعا أداة الفراولة وهي من أجمل وأفضل الأدوات التي توفر عليك جهدا ووقتا كبيرا وتأتيك قطعتين القطعة الأولى لاستخراج رأس الفراولة القطعة الثانية لقطعها إلى شرائح متساوية وكل هذا في أقل من نصف دقيقة يمكنك الحصول على هذه الأداة الرابط أسفل الفيديو ثامنا أداة تقطيع الفواكه إلى كرات متساوية وهذه الأداة من أجمل وأسهل الأدوات التي تضيف شكلا جميلا جدا إلى الطعام حيث أنها تستطيع أن تقطع الكثير من أنواع الفواكه إلى شكل الكرات تستطيع الحصول على هذا المنتج الرابط أسفل الفيديو تاسعا أداة تقطيع الأنناس إلى شرائح متساوية كثير منا يواجه مشكلة في تقطيع الأنناس وذلك لصلابته ولكن هذه الأداة تتيح لك ذلك كل ما عليك فعله هو قطع رأس الأنناس ومن ثم وضع هذه الأداة والبدء بلفها وسينتج لديك شرائح جميلة ومتساوية من الأنناس وأيضا تستطيع الحصول على هذه الأداة رابط المنتج أسفل الفيديو شكرا على المشاهدة لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة للمزيد شكرا على المشاهدة